موسيقى زي ما قلت مع زملائي فعلا أولا مساء الخير على حضرتكم يوم الخميس والجو لطيف حقيقي جو لطيف جدا في مصر والواحد بيبقى من كتر ما هو سعيد انه الشمس لطيفة بالليل لسه ما فيش برودة فبيقول تمام يعني خلينا على الجو ده شوية لا يعلو صوت غير صوت كاس العالم والكرة في كل مكان انت شايف الناس كلها بتتابع والحقيقة يبدو ان المعادلة بتتغير ما فيش دوام الحال من المحال يعني طبعا فوز طبعا السعودية الفوز العظيم اللي كان موجود للفريق السعودي الأخضر على الأرجنتين ما زالت أصداء وحتى اللحظة تعليقات وعنوين وعنوين الحقيقة تحس انها بتدخل فيها السياسة وكأنها استغراب في عنوان عاسية ان مثلا كان بيتكلم وكأنه مثلا السعودية هزت مثلا صخرة في جبل كبير مش متخيلينه يعني عنوين بهذا المعنى طبعا الهزيمة اللي لحقت بكوستاريكا هزيمة كبيرة جدا ألمانيا مثلا الناس في ألمانيا والصحف الألمانية يعني كانت حزينة جدا ازاي ألمانيا تتغلب حتى اللحظة وانا بكلمكم لسه البرازيل متعادلة مع سربيا ومحدش برضو متوقع انه سربيا ممكن تعمل حاجة في كاس العالم يبدو اننا امام مفاجآت كثيرة لكاس العالم ولكن يمكن الفرق العربية حتى اللحظة الحقيقة كلنا وراها وكلنا عايزين يبقى اسم العرب دايما موجود وبتقدم لنا الحقيقة حاجة حلوة جدا هو كاس العالم السنة دي فيه طعم العربي يعني كاس العالم بطعم عربي سعيدة طبعا جدا الكرة المصرية الكرة المصرية اللي بتصنع هنا صناعة مصرية وهي الكرة بعنوان الرحلة هتوقف مع فقرة خاصة عن الموضوع ده عشان كمان تعرفوا انه يعني احنا ما كناش موجودين في كاس العالم بس صناعتنا ككرة مصرية موجودة وبتلعب في كل الماتشات باسم مصر كمان هيكون عندي فقرة رياضية واللي هتكون فيها ناقدة رياضية صحفية وده حاجة لطيفة لان احنا دايما بنشوف السادة الرجال لان هي الكرة برضو ايه معشوقة للرجال ولكن بتلاقي برضو اللي بيغطوها صحفيين من الرجال فاحنا قررنا في التاسعة يكون عندنا النهاردة شكل مختلف هيكون عندنا صحفية جميلة وحتكلمنا ايضا عن كاس العالم الفقرة الاخيرة هتكون فقرة بما ان احنا انتهينا من مهرجان القاهر السينمائي في دوريته الاربعة واربعين هنلتقي مع الفيلم القصير اللي فاز بالجيزة ونتوقف معاه مع موضوعه يهم ايه البيوت المصرية قريب منها بعيد عنها الموضوع شكله ايه ده هيكون فيه ختام لقاءنا بخلاف عدد من الفقرات الخاصة بنا ترجمة نانسي قنقر